قولي محمد عبد المنعب بسرعة. عايز قولي عمنا حاجة. انا سريعا. اه. هو فيه شك ان محمد عبد المنعب هو افضل مدافع في مصر. لا. بمراحل كبيرة جدا. اه. طي. محمد عبد المنعب يعني نصيحة من اخوه كبير. اه. انت ممكن تخوص على نفسك. اه. اللقطة اللي حصلت في المبارات المبارات اليوم. انا معنديش مانع ان انت خش في منوشات كرة كده. وكل حصل فيها. عاوز اقول لك يعني هو سيف الجزيري مهاجم رخم. اه. فبعد كده يا محمد عبد المنعب حاولي تطلع على كرة فقام الراجل ام جاي عمل تاكلينج. اه. سيبك من المنوشة اللي حصلة انه يقام زاق وبتحصل في الكرة بنشوفها في كل مطشة اهلي والزمالك. بس انا القصة اللي بعدها خلاص حصل التاكلينج وحصلت الخناءة والكلام ده كله. فيه لوقتها يا كريم يعني عاوز اقول لك غريبة جدا. بعد ما سيف الجزيري واحا عالأرض. هتلاقي محمد عبد المنعب امر ح bilateral مكمل عليه بالكلام. واحد يقرص عليه ويقول كلام يعني كلام يعني كلام كلام كورة. فاهما اصد يا بص هنا الخورة دي. دي اللي انا بالنسبة لي. فده طلع محمد عبد المنعب بره الجيم لاذه? لو شفت الكورة اللي بعدها على طول بعدها. اه. انا ببص الكورة دي. بعدها على طول بدقيقة. اه. كورة دي. اللي كان لسا جمال جايبها تقطعت من نادي الزمالك. اه دي 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 كورة دي اللي انا بقولك عملوا قبل كده في شوت الأولاية بس تنكنش متنرفز يعني هي دي طريقة لعب المهاجب بص لو ماشي هي معانا بقى في اللقطة في الآخر إن الكرة اللي قوت لما تلعب اللي هو القوت اللي جي منه ضربة الجزاء اللي ما تحسبتش كان قلشا من محمد عبد المنع ونفس الكلام ده حصل في مبارات السنة اللي فات أربعة واحد يوم تلتاشر سبعة في الدول المصري محمد عبد المنع من الكرة بتتلعب له برضو حاول يطلحها قلشت منه اللي جي منها ضربة جزاء ديانجي لما مسك زيزو في الثمنتاشر محتاج يركز شوية لإنه هو لو ركز قبل الزبط يا دي اللي أنا بقولك عليها دي كانت برضو بص محمد عبد المنع من حاول يطلع الكرة أو حاول يستلم الكرة وتقطعت منه فعشان كده محمد عبد المنع انت في حتة تانية خلص يا ابني ركز عشان بجد انت أمل الكرة المصرية كلها خط الدفاع وتستهل أكتر من كده محمود شرفت ونوارت شكرا جزيلا جميعي شرفت ونوارت وشكرا جزيلا